بعد مكرهم مكرا كبارا اتجه الحوثيون في التاسع من يونيو 2015 لخوضهم معركتهم الأخطر حيث هجموا بعتادهم وأعدادهم على مجموعة من الصحفيين سلاحهم الكلمة والصورة لم يطل الأمر باليمنيين حتى اكتشفوا أن غزوة الصحافة لم تكن عملا اعتباطيا ولا جريمة عابرة فمجرموا الميليشيا كانوا مجرد أدوات تنفيذ تترجم خطابات زعيم العصابة التي كانت تقال لهم بعيدا عن الكاميرات وكان أقل ما فيها ما ظهر منها لوسائل الإعلام في فلتات حيث اعتبر زعيم الميليشيا الصحفيين أشد خطورة حتى من المقاتلين وضع الحوثي الصحفيين في صدارة أعدائه وأطلق عليهم زبانيته يقتلون ويخطفون ويعذبون وكان ما يتسرب من خلف الجدران التي وضع خلفها الصحفيون المختطفون يشير لعالم آخر لا علاقة له بالإنسانية وإضافة لأشد أنواع التعذيب الوحشي الذي تعرض له الصحفيون قضى أكثر من خمسين في جرائم تصفية متعمدة وبرصاص مباشر وصدرت الأوامر الميليشاوية بإعدام الصحفيين وتغليف الأوامر بمسمى أحكام الصحفيون المفرج عنهم في صفقات تبادل أخبروا العالم ببعض ما عانوه من تعذيب فجاء القليل الذي ذكروه موحشا تشيب له الرؤوس موجبا الإسراء في تخليص من بقي خلف جدران الظلمات والظلم وذلك واجب تداعى للمطالبة به الصحفيون وجميع الأحرار في يوم الصحافة اليمنية الصحافة اليمنية التي خنقت الميليشيا إنسانها وقنواتها ومواقعها وصحفها هادفة للإبقاء على لون واحد وصوت وحيد اللون الخميني والصوت الحوثي وخطيئة خنق الصوت الحر جريمة يتشبه بمجرميها الحوثي البغيض في المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر